أهلاً وسهلاً بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية لطلبة الصف الثامن وهذا الدرس في مهارة الاستماع وهو بعنوان تقبل الآخر دعونا بداية نتعرف أهداف الدرس الهدف الأول أن يستنتج الطالب الفكرة العامة والأفكار الرئيسة للنص المسموع الهدف الثاني أن يحدد الطالب بعض الأساليب والوسائل التي يوظفها المتحدث للتأثير في المتلقي تقبل الآخر عزيز الطالب قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى في آية كريمة أخرى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن دقق النظر في هاتين الآيتين ثم أجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما الذي تدعو إليه الآيتان الكريمتان؟ أحسنت يا صديقي بالفعل إنهما تدعوان إلى معاملة الناس بالحسنة والابتعاد عن الجاهلين والدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة السؤال الثاني ما الذي يجب علينا فعله كطلبة تجاه الآخرين؟ نعم يجب أن نعامل زملائنا ومعلمينا وأهالينا وأصدقائنا ومعارفنا وأحبابنا ومن نتعرف عليهم معاملة حسنة وأن نعفو عمن أساء إلينا وأن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إجابة موفقة السؤال الثالث حدد أبرز القيم التي تضمنتها الآيتان الكريمتان نعم أسمع أحدكم يقول من أبرز القيم يا أستاذ أن نعامل الناس بالحسنة وأن نعرض عن الجاهلين وأن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة بارك الله فيكم وهذه الإجابات سنجعلها مدخلا نطيفا نرجو من خلاله إلى درس الاستماع الذي يحمل عنوان تقبل الآخر فهلم بنا نعالج هذا النص ونتوقف مع أسئلته بعد الاستماع إليه عزيز الطالب افتح مصدر التعلم وقرأ الأسئلة المتوافرة في الصفحة الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين عليك الاستماع جيدا للنص تجنب العوامل المشتتة من حولك ركز على الفكرة العامة والأفكار الرئيسة سجل أهم نقاط النص المسموع في الصفحة السابعة والسبعين والآن افتح مصدر التعلم وقرأ الأسئلة الواردة في الصفحة الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين قراءة صامتة والآن استمع إلى النص تقبل الآخر فكم رأي لغير كاملت عنه وكان هو المحق أو النصح في حياة البعض مواقف كثيرة منها أشخاص يرفضون الرأي الآخر رغم قناعتهم بأنه الصواب لمجرد أنه صدر عمن يختلفون معه وهؤلاء في حاجة إلى تقبل الآخر أي احترام الآخر وتقديره وتفهم ما لديه من المفاهيم والأفكار والتقاليد والقيم تقبل الآخر أن تحسن التعايش معه أن تبدع في فكرة أنا أكسب وأنت تكسب أن تمحو تماما من عقلك ووجدانك مبدأ من ليس معي فهو ضدي ليس ذوبانا فيه أو تخليا عن مبادئك وقيمك أو فقدانا لانتمائك وهويتك فمشكلة الكثير من الناس في خوفهم من كلمة قبول الآخر هي فكرة الذوبان بمعنى أنه يخشى ضياع ثقافته وذوبانه في الآخر قد يحدث هذا في بعض الحالات لكن لا ينبغي تعميمها ويكمن الحل في الوسطية والقدرة على تحقيق التوازن في العلاقة لأن قبول الآخر معناه أنني قادر على التفاهم مع الآخر باحترام متبدل وما أكثر النصوص القرآنية التي تدعو إلى ترسيخ روح التسامح بين المؤمنين فيؤهلها لقبول الآخر والتسامي على المطالب الذاتية ومثال ذلك قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حيث لا يقف المؤمن عند حد التسامح فقط بل يصل إلى مقام الإحسان بالتدرج من القضم إلى العفو ثم الإحسان مع المسيئين أتقبلك؟ فرأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب أتقبلك؟ فالمساحة المشتركة بيننا كبيرة والعالم يسعنا جميعا ولأني أرى الحياة من كل جوانبها فأحد تلاميذ الإمام أحمد ألف كتابا جمع فيه كل الاختلافات بين الأئمة فقال له ماذا تسمي هذا الكتاب؟ فقال الطالب كتاب الاختلاف فرد الإمام أحمد هل أسميته كتاب السعة؟ ومن الجميل أن تجعل هذا المعنى مبدأ عاما تسير على نهجه في حياتك فالإمام الشافعي اختلف مع أحد العلماء في مسألة فغضب هذا العلم وانقطع عن الشافعي فزاره الشافعي وأخذ بيده وقال له كلمة رائعة ألا يصح أن نبقى إخوانا؟ وإن اختلفنا في مسألة تقبل الآخر عندما تبحث عن نقطة مشتركة بينك وبينه عندما تتفهم دوافعه وأفكاره عندما تقنع عقلك وروحك بأن الحق هو طريقك أينما وجد ومع أي شخص وجد فاختلافنا لا يفسد الود بل رحمة وثراء وللخير يمد ما أهم النقاط التي سجلتها عزيز الطالب لا شك أنك دونت الملاحظات الآتية من خلال استماعك للنص من ذلك أن بعض الأشخاص يرفضون الرأي الآخر للأسف رغم قناعتهم بأنه صواب لمجرد أنه صدر عمن يختلفون معه مثل هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى تقبل الآخر وتقديره وتفهم ما لديه تقبل الآخر أن تحسن التعايش مع الآخرين لا أن تعيش وفق مبدأي من ليس معي فهو ضدي كما أن تقبل الآخر لا يعني الذوبان في الشخص الآخر أو التخلي عن المبادئ والقيم وفي حال حدوثه فالتعميم غير مقبول الحل في الوسطية والقدرة على تحقيق التوازن في العلاقة مع الآخرين والقرآن الكريم يدعو إلى ترسيخ روح التسامح بين المؤمنين فيؤهلها لقبول الآخر والمؤمن بذلك يرتقي إلى مقام الإحسان مع المسيئين تقبل الآخر يدل على أن المساحة بين الأشخاص كبيرة والعالم يسعنا جميعا لنبقى إخوانا وإن اختلفنا مع بعضنا فالاختلاف لا يفسد الود بارك الله فيك الآن افتح مصدر التعلم وأجب عن الأسئلة الآتية أسوأ الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية فيما يأتي ألف ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها النص الذي استمعت إليه انظر عزيز الطالب في الاختيرات الأربعة ثم اختر الإجابة الصحيحة أحسنت يا صديقي بالفعل الفكرة الرئيسة هي الدعوة لتقبل الآخرين والتسامح معهم بارك الله فيك باء أي منطق مما يأتي تبناه المتحدث في حديثه حول تقبل الآخر نعم ما الخيار الصحيح يا ترى أحسنت قولا المنطق الذي تبناه المتحدث يتمثل في عبارة أكسب أنا وأنت تكسب إجابة موفقة جيم الآية الكريمة التي استمعت إليها في النص تؤكد مبدأا ما هو هذا المبدأ يا ترى نعم ما الاختيار الصحيح إجابة صحيحة بالفعل المبدأ يتمثل في التدرج في درجات التسامح مع المسيئين بارك الله فيك السؤال الثاني يقول ما الذي يجعل كثيرا من الناس يحجم أن يبتعد عن تقبل الآخر وفقا لما سمعت نعم ما شاء الله تمتلك ذاكرة جيدة نعم أحسن تقولا بعض الناس يحجم عن تقبل الآخر لمجرد أن رأيه صدر عن من يختلف معه ولخوفهم من فكرة الذوبان بمعنى أنه يخشى ضياع ثقافته وذوبانه في الآخر إجابة موفقة بارك الله فيك السؤال الثالث متى يتحقق مبدأ قبول الآخر نعم متى يا صديقي أحسنت قولا يتحقق مبدأ قبول الآخر عندما نحسن التعايش معه والتفاهم معه باحترام متبادل وبالتسامي على المطالب الذاتية ونمحو فكرة من ليس معي فهو ضدي إجابة صحيحة السؤال الرابع ألا يصح أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا في مسألة من قائل هذه العبارة وما المناسبة كما جاء في النص المسموع قائل عبارة ألا يصح أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا في مسألة من هو أحسنتم إنه الإمام الشافعي رحمه الله وما المناسبة التي قيلت فيها عندما اختلف الإمام الشافعي مع أحد علماء في مسألة وغضب هذا العالم وانقطع عن الإمام الشافعي فزاره وقال له هذه العبارة أحسنت بارك الله فيك السؤال الخامس مشكلة الكثير من الناس في خوفهم من كلمة قبول الآخر هي فكرة الذوبان وضح ذلك وفق ما جاء في النص الاستماع بالفعل عزيز الطالب ورد في نص الاستماع أن الكثيرين يتخوفون من قبول الآخر بحكم تخوفهم من فكرة الذوبان في هذا الآخر فهل يمكن أن توضح لنا هذا المعنى؟ نعم أسمع أحدكم يقول بمعنى أن البعض يخشى ضياع ثقافته وذوبانه في الآخر وقد يحدث هذا في بعض الحالات وبالفعل حدث لكن لا ينبغي تعميمها ويكمن الحل في الوسطية والقدرة على تحقيق التوازن في العلاقة مع الآخر إجابة موفقة بارك الله فيكم السؤال السادس ورد في النص المسموع أدلة نقلية وأقرأ عقلية أذكر دليلا واحدا لكل منهما واسمح لي هنا عزيز الطالب أن أذكرك بالفرق بين الدليل النقلي والدليل العقلي فالدليل النقلي كما تذكر هو أي معلومة مأخوذة نصا أي حرفيا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ديوان شعري أو مقار منشور في كتاب أو جريدة أو مجلة أما الدليل العقلي فهو أي فكرة تعد حجة أو دليلا أو برهانا يأتي بها المؤلف ويخاطب بها العقل بهدف الإقناع بوجهة نظره أو تغيير قناعة راسخة في الذهن والآن إذا ما عدنا إلى السؤال مرة أخرى يرد منك عزيز الطالب أن تستذكر ذليلا نقليا واحدا وذليلا أقليا واحدا من النص المسموع فماذا عارق في ذاكرتك يا ترى نعم أسمع أحدكم يقول من الأدلة النقلية يا أستاذي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أحسنت قولا ما لديه دليل عقلي ما زال في ذاكرته نعم من الأدلة العقلية قول المتحدث أتقبلك فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب إجابة موفقة بارك الله فيكم السؤال السابع ما الأسلوب الذي اتخذه المتحدث لإقناع المجتمع بمقصده طبقا لما سمعت هل هذا الأسلوب يتمثل في الاكثار من الصور الفرنية أم في حس الفكاهة والسخرية أم في توظيف أسلوب التوكيد أم في استخدام أسلوب النداء أحسنت قولا بالفعل الأسلوب التي اتخذه المتحدث لإقناع المجتمع بمقصده يتمثل في توظيف أسلوب التوكيد إجابة الموفقة السؤال الثامن ما دور نبرة صوت المتحدث عندما كرر كلمة أتقبلك وما تأثيرها في المتلقي بالفعل سمعنا المتحدث يكرر كلمة أتقبلك فما دور نبرة صوت المتحدث عندما كرر هذه الكلمة وما تأثيرها في المتلقي نعم أحسن تقول يا صديقي بالفعل إن هذا التكرار يدلل على قبول الآخر وتقربه منه ويجعل المتلقي أكثر قبولا له ويخلق التفاهم والاحترام المتبادل بارك الله فيك السؤال التاسع من خلال استماعك خاتمة النص كيف يمكن تقبل رأي الآخر وفقا لرأي المتحدث نعم أسمع أحدكم يقول من خلال استماعي لفاتمة النص يا أجتاذي أرى أن المتحدث يتمثل رأيه في أن الحق هو الهدف المنجود أينما وجد ومع أي شخص وجد فالاختلاف لا يفسد الود بل هو رحمة وثراء للخير وذلك من خلال الالتقاء عند نقطة مشتركة بينهما وتفهم الدوافع والأفكار وإقناع العقل والروح بما سبق بارك الله فيك إجابة موفقة كنت بالفعل في قمة التركيز بارك الله فيكم جميعا لا يسعني أعزاء الطلاب في ختام هذا الدرس إلا أن أشكركم الشكر جزيل لاهتمامكم ومتابعتكم وتفاعلكم وتركيزكم وإلى لقاء آخر يجمعنا قريبا في درس من دروس اللغة العربية وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر